البرنامج بيديك صلاحية انك تتحكم في كل عناصر المكونة لوجهة استخدام البرنامج سواء من حيث الظهور او مكان التواجد على الشاشة هنستخدم دلوقتي تاب اسمها view من الريبون ونروح على اليوزر انترفيس هتلاحظ وجود دروب داون مينيو او قيمة بتحتوى على كل العناصر المكونة لوجهة الاستخدام زي النافجيشن بار او البروجيكت براوزر او البروبرتز او الستاتس بار او الستاتس بار الورك ستس والدزاين اوبشنز اي حاجة من دول هنعمل قدامها علامة صح هتبقى موجودة على الشاشة وظهرها قدامي لو تلغت العلامة دي هتختفي مع العلم انك ممكن طبعا لو اي حاجة اختفت من دول او قفلتها بالغلط ممكن تروح على التاب اللي اسمها view وتروح على اليوزر انترفيس وتقدر تظهرها من اولو جديد ولكن مثلا هنقفل قيمة البروبرتز او قيمة الخصائص احنا دلوقتي على قيمة او التاب بتاعت view هنروح على اليوزر انترفيس ونظهر البروبرتز بلق في مجموعة من العناصر التانية اللي بتديك امكانية انك تتحكم فيها بس باسلوب تاني زي الريبون او قيمة الادوات الرئيسية الموجودة في البرنامج هتتشرح في درس الوحدها ان شاء الله في نموذج تاني زي الكويك اكسس طول بار وده شريط الادوات السريع ممكن ان انا اتحكم في كل الادوات اللي فيه ووجودها وشكلها من خلال الزرار الموجود في اخر القيمة ده هتلاحظ هنا قيمة بكل الادوات المتاحة والموجودة داخل الكويك اكسس طول بار ممكن تعلم قدام كل واحدة فيهم علامة صح بحيث انها هتظهر وتبقى متاحة ممكن اعمل من الديالوج ده بتحكم في الادوات الموجودة من حيث ان انا اضيفها او لغيها او ان انا انظم الادوات في صورة مجموعات من خلال ان انا احط فواصل ما بينهم او ان انا الغي اي اداءة من الادوات الموجودة دي ممكن ان انا اغير مكانه تاني هنوصل للقيمة الصغيرة دي من خلال شو بلوز الريبون نضغط عليها هتلاحظ ان الكويك اكسس طول بار نزل تحت الريبون او قيمة الادوات الرئيسية طبعا مفيش اي مشكلة من الموضوع ده لكن بيأكل جزء من المساحة المستخدمة للرسم وبالتالي بيقللها فدي حاجة احنا مش عايزينها طبعا فهنرجعه تاني زي مكان من خلال نفس الزرار وتضغط على الشو ابوبز الريبون هيرجع تاني في مكانه الرئيسي